الآن دمشق وريفها آمنان بالكامل هذا منجز ميداني جاء بعد إعلان استعادة السيطرة الكاملة على الحجر الأسود ومخيم اليرموك أطراف حي التضامن شارع التقدم وكل هذه مناطق كان يتواجد فيها إرهابيو هذا التنظيم نحن نقف هنا على امتداد شارع الثلاثين هذا الامتداد هو الذي يفصل بين الحجر الأسود إلى يمين الصورة وإلى الشمال حيث أحياء مخيم اليرموك ثم في عمق الصورة هناك حي العروبة العملية العسكرية امتدت توقع الأمر حوالي ثلاثين يوما أو قل ربما بيوم يعني شهر كامل تقريبا عملية الجيش السوري والقوات الرديفة وحلفائه وحتى الفصال الفلسطينية أنجزوا عملا كبيرا باستعادة السيطرة على هذه المنطقة الآن بعد سبع سنوات من هذه الحرب التي شنت على سوريا باتت كل المنطقة منطقة آمنة بشكل كامل أقرب وجود المسلحين بالأحرى للعاصمة دمشق يتواجد الآن في ريف درعاء الشمالي تحديدا في قرى اللجات على بعد خمسين كيلو مترا من هذه النقطة كان هناك جهد عسكري كبير كان هناك تضحيات بذلت للوصول إلى هذا اليوم اليوم التاريخي في الواقع نستطيع أن نقول ذلك على اعتبار أنه بالفعل يعني بالشكل مطلق تمين دمشق ومحيطها مواكبة لهذه العملية كان هناك عمليات تمين في القلمون الشرقي أيضا وهذه دوما ما تحصل مع وحدات الجيش السوري يتقدم الجيش يضغط على المسلحين يضطرون إلى الاستسلام والدخول في مصالحات تجبرهم على مغادرة تلك المناطق بهذه العملية في القلمون الشرقي أيضا تم تأمين مناطق حيوية وأساسية قريبة من المطارات العسكرية منطقة لضمير وجيرود ويبرود وكل هذه المناطق أيضا أصبحت خالية الآن دمشق سوف تصبح آمنة من استهدافها بقذائف الهاون سوف تصبح الحركة متاحة في كل الاتجاهات كان يتواجد هنا لا يقل عن مليون وربما مليون ومئتي ألف نسمة قبل هذه الحرب وقبل نزوح المدنيين على مدى السنوات السبع الماضية من هذه المنطقة لتتوج العملية في الواقع بالتحرك العسكري والقرار العسكري السوري بحسم هذه المنطقة من أجل القضاء على كل بؤر المسلحين في دمشق أو محيط دمشق وتصبح بالفعل العاصمة وريف العاصمة تماما خاليان من كل الوجود المسلح والمجموعات اللامسلحة